عدنا فعلا مثل ما كان يقول السيد ابن العالي إلى خطاب الرداء من جديده ولم يغادر لكنه يختفي ثم يعود ربما المناسبة هي دايما إرضاء الرئيس بأي طريقة لأمين العام للهزب التحريل الوطني حداد رجل المال كذلك بالنسبة لمسؤول النقابة تحدي العام العمومة الجزائريين شخصيات وزارة كلهم قال عنهم سياسيون كثرة بأنهم يسبحون بحمد بوتفليقة لا أكثر ولا أقل صراحة قبل قليل علقت على تلك الصورة وضعتها على الفيسبوك وقلت أننا في الحقيقة أن كفار قريش كانوا أشرف من هؤلاء القوم لأنهم كانوا يقدسون حجارة حجارة مرقومة مرصومة لها قيمة فكانوا يقدسونها ويقولون لتقربون إلى الله ويعبدونها نعم بعبادة وتقديس نحن اليوم وصلنا إلى تقديس صورة يعني عندما تجد قم رجال بالكرافاتات والكستيمات وضايرين سبعين ثمانين واحد حول صورة والجميع ينظر إلى تلك الصورة هكذا وكأنها شيء خيالي وكان شيء نزل من السماء وكان شيء مرعب صراحة شعب الجزائري كان يؤاخذ على إخواننا وجيراننا المغاربة أنهم يقبلون يد الملك فإذا بنا اليوم نتجاوز تلك المهزلة لنصبح يقدسون لنا صورة ليس حتى رجلا يعني يقدسون لنا صورة وهذا الشخص في عالم آخر إذن في الحقيقة يتقربون من أخوه من شقيقه الحاكم بأمره هل تعلم يا أخي عثمان نعم سارويلك هذه بقصة باختصار شديد أن أبو تفليقة كان ممكن أن ينتهي وراه روتريت اليوم في المغرب على أساس أنه جوندارم سابق في نهاية الخمسة وخمسين بداية ستة وخمسين تقدم لكي يلتحق بالدرك المغربي كجدارمي لكن لسوء حظه أو بل لحسن حظه الآن وللكارثة علينا إحنا أنه كان يتنقصه ثلاث سنتيمترات على الحد المطلوب لكي يكون دركي أعتقد أنه كان طالبين متر وخمسة وستين أو ستة وستين وهو كان أقل بثلاث سنتيمترات فإذا بيه يجب وجد نفسه أنه يلازم يلتحق بالثورة للثورة طبعا الجماعة اللي كانوا في وجدة وهو كما نعرف من سكان وجدة الذي بمناسبة أحيي رجالها وشرفاءها لأن البعض منهم يقولون لماذا تنسبون لنا عبد العزيزي بوتفليقة نحن نحب الجزائر ودافعنا عن الجزائر وهم كذلك فعلا لا نحن فقط نذكرها لأنه ولد فيها ليس أكثر من ذلك إذن كان ممكن أن ينتهي دركي بل أكرار عنده عشرين سنة روتريت وخرج دركي في المغرب وانتهى الموضوع لأنه كان يحمي الجنسية وكان متواجد هناك فإذا به الآن في العشرين سنة هذه اللي كالمفروض رأوا فيها كان متقعد هناك أصبح يحكم الجزائر هذه المأساة اليوم الحقيقية يعني شيء مضحك إلى درجة أنه شر البلية وما يضحك هذه مؤلمة جدا المصيبة أن النقابة تسبح بحمد الرئيس والأصل فيها الدفاع عن العمال وحقوق مطلبه بطبيعة الحال هذا في العالم كله يعني وجودها مدى وجودها أصل وجودها النقابة أن تدافع على العمال ضد الحكومة وضد رجال الأعمال وتواجههم يعني برلمان المفروض أنها سلطة تشريعية بحاسب ما يقولون في الدستور يواجه السلطة تنفيذية يقدسون بوتفليقة محامين ذكرنا الأخ سفيان كثير منهم عبر العالم كيف يقومون يعني وآخرهم إخواننا في تونس اللي هم في الحقيقة قادوا الثورة والأقل تساهموا فيها بشكل كبير فإذا بهم يركعون لبوتفليقة القضاء هناك صورة مؤلمة جدا أعتقد أنها كانت لرئيس المحامين أو رئيس القضاء يبوز في يد بوتفليقة واحد من المجلس محاسب يقبل في يد بوتفليقة عندما يركع القاضي للحاكم فتلك كارثة بكل ما تعني الكلمة